اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله المائلة للخارج يمكن تنميزها عن باقي انواع النخيل الداخلي مثل الكنتيا او نخلة الرداءات بثعفها المقطد والمتراث بجانب بعضه بخطهم والتناسق حول السيخة بهاكس النوع اخر مدقور انفا فان ثعفيه مواسع ومتبعيد وتعتبر الاريكة من النباتات المنقية للجو حسب التراثات التي اجرتها ناصة في التمانينات الميلادية حيث زادت شعبيتها فخدمت تراثة خمسين نبتة من حيث خدرتها على اضافة الرطوبة للجو المحيط وتنقيته وسهولة رعايتها واحرزت الاريكة المركز الاول في جميع هذه المعايير فضلا على انها غير ثمة للانسان او الحيوانات الاليفة ينمو نخيل الاريكة ليصل الى مترين او ثلاثة امتار تقريبا وفروعها الجديدة تنمو من الجدور المباشرة لذا تكون مقتندة وهي عموما من النباتات بطيئة النمو تحتاج الى اضاءة ثاطعة جدا بدون شمس مباشرة درجات حرارة الغرفة هي الدرجة المناثبة لها اي من 18 الى 27 درجة مئوية تقريبا لا تروى حتى يجب في السطح العلوي للتربة فرطوبة الماء المستمرة ويسد ببولها تعفل الجدور نخيل الاريكة نبتة محبة للرطوبة لذلك يفضل رش الأوراق بيرزاد الماء بشكل منتظم يجب تغيير الحوض ذا حوض اكبر عند امتلاء الحوض بالجدور ويكون ذلك كل سنتين الى ثلاث سنوات اذا كان الجو المحيط بها جافان فقد تصب بالعنكبوت ولهذا تحتاج الى رش كتيف بالماء بين فترة واخرى وقد تصبح اوراقها صفراء او منقطة ببقع بنية وهذا يعني ان تربتها جاثة او انها تلقت ثمادا ذائد او تكونت املاح على التربة تسمى الاريكة بثماد متعدل اغراض مرة في الشهر عادة فترة سكون يعني فضلة شداء اما تكاطرها فهي تتكاطر بالبدور او بالتقسين ولكنها ثعب على المربي بالبيت الى انها اخواني واخواتي تنكون قد اتمنى حلقة اليوم من حلقة برنامجكم ورسل طريق دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء